إذن مشاهدي الكرام تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الخيري نظم مجلس وضاحية الصبيحية بمدينة خرفكان مبادرة خيرية تهدف إلى مساعدة الأهالي في منطقة الزبار صباح اليوم تفاصيل في المقطع التالي الخامس من ستمبر من كل عام هو اليوم العالمي للأعمال الخيرية وبمناسبة هذا اليوم أطلق مجلس وضاحية الصبيحية التابع لدائر تشؤون الضواحي والقرى بإمارة الشارقة مبادرة خيرية بتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية متمثلة في مركز الشارقة للتطوع أعمال الخير لا تنتهي في مدينة خرفكان فقد نجحت حكومة الشارقة في تعميق مفهوم العمل الخيري وتحويله إلى سمة مجتمعية وقاعدة أخلاقية راسخة مستفيدة من الإرث الأخلاقي لأفراد المجتمع وذلك من خلال المبادرات التي تقام في المنطقة الشرقية التطوع هو عمل إنساني وخيري نقوم به نحن كمطوعين بدون مقابل من خلال مشاركتنا في الأعمال الخيرية ومساعدة كافة شرائح المجتمع واليوم مشاركة في مبادرة خيرية لتوزيع معونات على هذه المنطقة تضمنت المبادرة الخيرية توزيع صناديق تحتوي على مواد غذائية بلغت بما يقارب خمسين صندوقاً وزعت بعضها داخل مجلس ضاحية الصبيحية وبعضها الآخر على مجموعة من المنازل في منطقات الزبارة تهدف المبادرة إلى التوعية بالعمل الخيري وتوفير منصة مشتركة للأنشطة الخيرية في المنطقة ليشارك بها الأفراد والمنظمات الخيرية والإنسانية والتطوعية من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمعي كفة الذي ترمي إليه أهداف الحكومة تهدف هذه المبادرة الخيرية من خلال توزيع هذه الصناديق إلى البيوت إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين الحكومة والمجتمع ومشاهدين استمراراً معكم في برنامج حديث المساء وأيضاً في فقرتنا التالية تزامناً مع عودة الطلاب للمدارس عملت العديد من المؤسسات على تنظيم مبادرات مجتمعية مختلفة موجهة بالدرجة الأولى لتحفيز الطلاب وتشجيعهم للعودة بهمة عالية ومجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات في مدينة خرفكان يسعى دوماً إلى أن يكون سباقاً في تلك المبادرات وقد نظم مع بداية العام الجديد مبادرة أهلاً مدرستي الحديث أكثر عن هذه المبادرة ودور المدرس سعدنا رحم معكم بالأستاذ عبيد خميس النقبي رئيس لجنة التطوير المؤسسي و أيضاً تميز بمجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات في مدينة خرفكان حياك الله و يا مرحباً وسهلا الله حياك خي محمد كيف الحال؟ طالعاً أمراك الله وسهلا يا مرحباً وسهلا اليوم نتحدث عن مبادرة جداً قيمة و مهمة للطلاب للنهوض بالحركة التعليمية ما إذا تحدثنا عن تفاصيل هذه المبادرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً مجلس أولياء الأمور وفقاً للخطة التشغيلية طبعاً اللي بنيت بداية الدورة الأخيرة أخذ على عاتقه القيام بعدد من المبادرات التي تعزز من دور المجلس في العملية التعليمية والعملية التربوية من خلال العديد من الفعاليات و المبادرات طبعاً مبادرة أهلاً مدرستي أو مرحباً مدرستي يعني كانت وحدة من المبادرات التي استهلت لجنة الفعاليات عندنا فيها استقبال الطلبة في المدارس طبعاً بالتعاون مع عدد من إدارات المدارس تقريباً عشر مدارس في الحلقة الأولى و رياض الأطفال من خلال توزيع مجموعة من الهدايا على الطلبة و الطالبات تسعدهم تفرحهم تشجعهم تشجعهم تحفزهم يعني الآن الصغار تعرف يا عين من فترة إجازة طويلة يبي لهم شيء يشد همتهم يحفزهم لإستقبال هذا العام الدراسي بابتسامة بسعادة بنوع من التشجيع نعم سيد عبد ما هو الهدف من إطلاق مثل هذه المبادرات خاصة بالنسبة للطلبة؟ مثل ما قلت لك الهدف الأول أن أول نعزز دور المجلس في التواصل مع المدارس سواء من خلال إدارات المدارس أو من خلال مجالس أولياء الأمور و مجالس الطلبة الموجودة في هذه المدارس دائماً نبي هذه الحلقة مستمرة حلقة التواصل مستمرة منذ بداية العام الدراسي نبي نكون حاضرين أيضاً مساهمين جزء من العملية التربوية والتعليمية ندعم فيها جهود العاملين في الميدان التعليمي والميدان التربوي ندعم أيضاً جهود أولياء الأمور جهود البيت في تحفيز أبنائهم في تشجيع أبنائهم وهكذا دور مجلس أولياء الأمور يعني معزز لمثل هذه المبادرات باستمرار طبعاً أطلقنا العديد من المبادرات خلال السنوات التي طافت منذ بداية الدورة الأخيرة بما يساهم في مثل هذه الأمور هل كانت هناك فئات مستهدفة أستاذ عبيد من هذه المبادرة عن شمال جميع المراحل؟ أحنا استهدفنا في المقام الأول طبعاً طلبة المدارس خصوصاً الحلقة الأولى ورياض الأطفال باعتبار أن هذه الفئة يعني عادةً فيها نوع شوية من العناد خصوصاً في بداية العام الدراسي أو في بداية مشوار الدراسي كذلك نعم تبي تحس أن البيئة تغيرت أن الساعة البيولوجية اختلفت موضوع النوم موضوع أن الحياة صارت أنشطة الآن أنه في بداية عام جديد نحسسهم بنوع من الفرح نوع من السعادة وأن المجتمع كله مشارك معاكم وأن نحن ندعمينكم وأن نحن اليوم يا أبنائنا واكفين معاكم في مرحلتكم الدراسية خلال هذا العام ونحن مستمرين مع إدارة المدارس في هذا الشيء أنا أذكر أخي محمد في إحدى مشاركاتنا في القرية التراثية في السنة هذه في شهر مارس كان فيه وفد زائر من الدول الأجنبية ناس من هولندا من ألمانيا فكانوا مستنسين على تجربة مجلس أولياء الأمور ولما شرحنا لهم شو دور المجلس مثلا في تعزيز العملية التعليمية والتربوية ونحن مكملين أيضا وداعمين للعمل التطوعي سواء من خلال البيت من خلال الأسرة أو من خلال المدارس وإدارات المدارس حتى مع مدراء النطاق في تعزيز العملية التعليمية والتربوية جدا كانوا مبسوطين من هذه العملية وكانوا حابين يأخذوا تفاصيل أكثر وأكثر وهذا أيضا دائما الذي ندعو له أن تجربة مجال السولياء الأمور تنتقل لمختلف إمارات الدولة لا تقتصر فقط على إمارة الشارقة أننا نريدها تكون في جميع إمارات الدولة لأن دورها جدا مهم نعم أستاذ أبيد هي اليوم مسؤولية من جلسة أمور الطلبة والطالبات فأنتم اليوم حلقة الوصل ما بين ولي الأمر والمدرسة وكذلك ما بين الطالب والمدرسة كيف تسعون إلى تحقيق هذا الترابط نعم مثل ما قلت له أخي محمد نحن عندنا خطة نحاول من خلال هذه الخطة أن نعزز منظومة القيم السلوكية الأخلاقية التربوية التعليمية من خلال تنظيم محاضرات تعزز قيم الانتماء قيم الولاء للوطن تعزز الهوية الإماراتية تعزز القيم والأخلاق والفضيلة يعني مثلا نحن أطلقنا مسابقة لحفظ القرآن الكريم ما يعزز من القيم الإيمانية لدى الطلبة أطلقنا مسابقة للابتكار كان فيه ملتقى افتراضي اسمه في بيتنا مبتكر يعني مثل هذه الأمور تساهم في تشجيع الطلبة على التفكير على التحليل على الاستنتاج أيضا تعزز من التوجهات العامة للدولة وسياسة الدولة الآن الدولة تركز على موضوع الابتكار وهمية الابتكار كذلك في جميع المناسبات لنا دور مهم في المشاركة مثلا في المناسبات الوطنية يوم العمل الإنساني كان فيه مبادرة جدا جميلة في الفترة الأخيرة كان أيضا عندنا مبادرة في يوم الشباب العالمي يوم الطفل الخليجي في مثل هذه المناسبات والمناسبات والمشاركات نحن عندنا مجموعة من الطلبة المتطوعين و من أولياء الأمور أيضا المتطوعين ممن يشاركون في تنفيذ هذه الفعاليات وهذه المبادرات جميل نعود إلى مبادرة أهلا مدرستي أستاذ عبيد ماذا شملت هذه المبادرة من فعاليات وبرامج حقيقة يعني نحن ودنا يكون لنا دور أكبر دائما ومساهم بشكل أكبر اقتصرت يعني هذه المبادرة على وجودنا الفاعل في استقبال الطلبة من خلال المدارس وإدارات المدارس وتوزيع عدد من صناديق الهدايا على الأطفال والتي فعلا أدخلت لهم البهجة والفرحة كذلك كان فيه دور جدا في استقبالهم بابتسامة وترحيب بما يحفز من تقبلهم لبدايات العام الدراسي ومثل ما قلت لك تغيير الوضع يعني من إجازة لفترة نشاط وفترة دراسة صحيح فهذا كان دورنا الرئيسي في هذه المبادرة وهذا بحد ذات يعني استاذ عبيد هو تقريب ما بين الطالب ما بين مجلسة ويأمر الطلبة والطالبات ما بين ولي الأمر وكذلك تحبيب الطالب في أن يكون مشارك وله كذلك دور وبصمة في المدرسة وكذلك مع المجلس في اليوم نحن نتحدث عن وجود هذه البصمة عن وجود هذا التشكيل المتكامل ما بين مجلسة ولي الأمر الطلبة والطالبات وما بين المدرسة وما بين الطالب كيف ترون نتاج المجلس اليوم بوجوده كذلك مع تحقيق ما يراه الطالب مناسب نحن دائما نركز على المبادرات التي تعزز موضوع التواصل البيت مع المدرسة كان فيه ملتقى اسمه من أجلكم يعني ملتقى تربوي ساهمت فيه عدد من القيادات التربوية والتعليمية سواء من مديرة النطاق من مدراء المدارس أيضا رئيس المجلس البلدي كان مساهم فاعل في طرح العديد من الرؤى ومن التحديات اللي مثلا تعزز من دور البيت في التواصل مع المدرسة ما هي أهم التحديات اللي اليوم اللي واجهها البيت في مسألة التواصل مع المدرسة والاستمرار في عملية الحلقة المستمرة دائما في هذا التواصل هي حلقة توصل حقيقة كما ذكرنا اليوم بما تقدمه من هذا الترابط ما هي خططكم للعام الدراسي وما هي توجهاتكم في هذا العام الدراسي للبرامج والفعاليات مثل ما قلت لك هي خطة نحن ننفذها على مراحل كل سنة نحن لدينا عدد من الفعاليات في من الفعاليات تتكرر مثلا كل سنة منها مثلا المحاضرات التوعوية منها المشاركات في المناسبات الوطنية في المناسبات العالمية نركز على إشراك أولياء الأمور والطلبة في مثل هذه الفعاليات نحن لدينا تكريم للمتميزين دائما كل سنة من أوائل الطلبة في حفل سنوي دائما يقام عندنا أيضا موضوع دروس الداعمة ودروس التقوية أيضا في عندنا مكتبة الطالب في المجلس التي توفر جميع التسهيلات التي تساعد الطالب على المذاكرة وعلى التحصيل الدراسي الدراسي أيضا مثل ما قلت لك المحاضرات التوعوية في مختلف المجالات في المجالات المجالات القيم مجالات الأخلاق مجالات الاتكار وفي تواصلنا أيضا مع مجالس أولياء الأمور في المدارس ومجالس الطلبة أيضا في المدارس وتواصلنا مع إدارات المدارس كذلك نحن نتواصل وفي زيارات متبادلة بين جميع مجالس أولياء الأمور في كافة إمارة الشارقة للإطلاع على أفضل الممارسات ونقل أفضل التجارب فيما بين وتطبيقها بما يدعم العمل التربوي والتعليمي جميل إذن ما هو الدور المطلوب من ولي الأمر استاذ المدارس المؤسسي في مجلس أولياء الأمور في خورفكان أنا رئيس مجلس أولياء الأمور أيضا في أحد المدارس مدرسة الخليل في خورفكان لسنوات حقيقة لما كنا نعقد اجتماعات كان من أبرز التحديات ضعف تواصل ولي الأمر لما بحثنا في الأسباب يعني غالبا ما يكون مثلا بعد مكان عمل ولي الأمر مثلا عن المدينة مثلا أوجدنا العديد مثلا من الحلول لمثل هذه المسائل منها مثلا اللقاءات الافتراضية والاجتماعات الافتراضية وفعلا كان في تجاوب كان في حل أيضا لكثير من المشاكل التي تواجه الطلبة سواء في البيت سواء في المدرسة من خلال التواصل مع أولياء الأمر فإحنا دائما نقول لولي الأمر أحرص على تواصلك مع إدارة المدرسة تعال لمجلسة ولياء الأمور أيضا خبرنا ما هي أهم التحديات التي تحيل ما بينك وبين تواصلك مع المدرسة ونحن مستعدين أن نذلل العقبات بالقدر المستطاع وبالإمكانيات المتاحة طيب كيف رأيتم نتاج هذه البرامج ونتاج هذه المبادرات التي قدمها المجلس لتغريب ولي الأمر من المجلس نجد فيه تفاعل وهذا التفاعل واضح من خلال مساهمة أولياء الأمور في الأعمال التطوعية معنا في المجلس مشاركتهم في المسابقات التي يطرحها المجلس فيه شغف فيه حب للمشاركة تلقينا العديد أيضا نحن عندنا قنوات تواصل عندنا استجرام في مجلس أولياء الأمور عندنا قناة تليجرام عندنا أيضا الواتساب أيضا موجود لتلقي المقترحات تلقي الملاحظات أيضا نحن بدورنا نحاول نذلل بعض هذه العقبات وبدورنا ننقل بعض هذه الملاحظات للمدارس المعنية مثلا أو لمديرة النطاق في المجال المعني طيب ما هي نصائحكم أستاذ عبيد للطلبة و للطالبات و لكذلك أولياء الأمور الوضع الآن اختلف يعني نحن دائما نقول أنه في مهارات يجب أن يتعلمها الطالب يعني لا يعتمد فقط على المدرسة اليوم البيت له دور في تعليم أبناءه مهارات مختلفة واليوم أيضا الطالب لازم يحرص على مسألة التحصيل الدراسي نحن اليوم في بداية العام الدراسي يعني يجب أن يحرص على مسألة التحصيل الدراسي أول بأول مسألة أننا أراكم الموضوع و لا أذاكر إلا في وقت الامتحان هذه مسألة يعني يجب أن تترك مسألة التحصيل الدراسي أول بأول هذه مسألة مهمة تخصيص جزء من الوقت لعملية التحصيل الدراسي ولو ساعتين في اليوم هذا رح تفيدك ما رح تتعبك رح تتحصل أن موضوع التحصيل الدراسي سهل جدا طول العام الدراسي إن شاء الله كل التوفيق للطلب إن شاء الله في عامهم الدراسي و كذلك كل التوفيق لكم أستاذ أبيل على هذا الدور الكبير الذي تقدمونا فأنت اليوم أيضا شريك كبير في هذه التنشئة السليمة بالنسبة للطلاب والتنشئة العلمية إن شاء الله التي ستكون مباركة بالنسبة للطلاب نحن شاكرين لكم أيضا يعني قناة الشرقية و شاكرين أيضا لإعلام الشارقة بشكل عام لتصليط تضوء على دور المجلس بشكل مستمر أنتوا شريكنا الأساسي في هذا العمل و أنا من خلال هذا اللقاء أيضا حاب أوجه الشكر لجميع طاقم العمل عندنا في المجلس على جهودهم أنا أحيانا أكون غايب عنهم بحكم عملي أيضا و ارتباطاتي و أنا أوجه لهم الشكر من خلالكم شكرا لكم أستاذ عبيد يعني فعلا نحن اليوم متعاونين و ندور متكامل للجميع في إن شاء الله النهوض بهذه الحركة العلمية إن شاء الله بشكل سليم و كما ذكرنا إن شاء الله موفق بالنسبة لأبطالب شكرا لكم أستاذ عبيد الله يسمى إياك الله إذن مشاهدينا كرام إلى هنا نكون صلنا معاكم لختام حلقتنا هذا اليوم من برنامج حديث المساء نشوفكم إن شاء الله على خير و إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا محمد البلوشي وتحيات فريق العمل مع السلامة ترجمة نانسي قنقر